بسم الله الفرد الصمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كورة وبس في كل مكان أهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرديكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين في بداية الأمر عايزة أتكلم مع حضراتكم عن صدمة من العيار السقيل صدمة كبيرة جدا وورطة بتواجه النادي الأهلي في تجديد ملف علي معلول وأعتقد بعد الكلام اللي حضرتك هتسمعه ده رسميا علي معلول خارج النادي الأهلي الموسم القادم إلا لو حصل جديد في المفاوضات فعايز حضرتك تكمل معايا الحلقة للنهاية لأنها حلقة من العيار السقيل وفيها أسرار كبيرة جدا على ملف تجديد علي معلول مع النادي الأهلي رقم واحد النادي الأهلي بيواجه ورطة كبيرة جدا ورطة كبيرة جدا في ملف تجديد عالي معلول وعقد عالي معلول مع النادي الأهلي النادي الأهلي زي ما احنا عارفين إنه هو بيعاني من بيعاني من يعني عجز في الجنب الشمال خصوصا إنه ما فيش غر كريم الدبيس اللي كولر مش بيعتمد عليه طول ما عالي معلول مش مصاب فدلوقتي فيه أزمة في النادي الأهلي وأزمة كبيرة جدا عالي معلول مع النادي الأهلي بقاله كتير كتير جدا ويا ما ضحة بعقود لكن عالي معلول شايف إن العقد اللي جيله ده من السعودية ده بالنسبة له آخر عقد آخر عقد فبصراحة العقد اللي مقدم لعالي معلول ما يطرفتش الحقيقة ما يطرفتش عالي معلول ما يتقدم له 8 مليون دولار 8 مليون دولار لرحيل عالي معلول عن النادي الأهلي الأهلي طالب 10 مليون دولار أعتقد 2 مليون دولار بالنسبة للسعودية مش رقم مش رقم وممكن السعودية كمان توافق على الكلام ده النادي الأهلي بيسعى خلال الفترة اللي جاية دي لحل أزمة تجديد عقدة التنسي عالي معلول خصوصا لأنه ركيزة أساسية ومن أهم العناصر في تشكيل النادي الأهلي خاصة في ظل انتهاء عقده مع القلع الحمراء بنهاية الموسي يعني عالي معلول على فكرة كان المفروض يجدد لأي نادي في يناير اللي فات ولكن ما عملهاش الأهل عايز يجدد له لأنه عقده بينتهي بنهاية الموسي موقع صدى البلد علم أن عالي معلول رفض عرض النادي الأهلي لتجديد عقده لموسم واحد بالمقابل المادي الذي عرضه النادي على اللاعب أو لمدة موسمين مع قبوله تخفيض راتبه يعني الأهل عايز يجدد له موسم واحد بالقيمة المالية اللي عالي معلول بيتقاضها دلوقتي أوي الأهل يجدد له موسمين ومع ذلك ينزل بالراتب بتاعه لأن عالي معلول أعلى راتب في النادي الأهلي هو محمد الشنوي وأكد المصدر داخل النادي الأهلي بيؤكد أن لجنة تخطيط في النادي الأهلي والجهاز الفن بقيادة مارسل كولر تمام هيعمله اجتماع خلال الساعات اللي جاية لحسم ملف تجديد عالي معلول بعد أن أصبح الفريق في ورطة كبيرة جدا لعدم تدعيم الجبهة اليسرى في يناير اللي فات وأضاف المسؤولين في النادي الأهلي أنهم قدموا عرض كبير جدا وعرض أخير لعالي معلول لو ما وفقش عليه خلاص لللاعب يتمثل في التجديد بنفس الراتب الحالي الذي يتجاوز المليون دولار في الموسم مع الحصول على ربع قيمة العقد بالجنيه المصري يعني إيه؟ يعني النادي الأهلي عايز يجدد لعالي معلول ويدي لي مليون دولار وباقي العقد يغضوا اللاعب يغضوا بالجنيه المصري ده طبعا اللي عالي معلول رفضوا عالي معلول رفضوا نهائيا طيب رحيل عالي معلول على النادي الأهلي دي هتكون مفاجأة من العيار السقيل مفاجأة من العيار السقيل في النادي الأهلي يبدو كده إن فيه فعلا مفاجأة يعني يبدو فعلا إن رحيل عالي معلول هيبقى مفاجأة كبيرة جدا وتريند ما فيه بعد ما فيش بعد كده تريند بشأن مستقبل التونسي مع فريق النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل تقارير تتحدث عن رحيله وقالت الإعلامية رهام حمدي في تصريحات لقناة On Time Sport أن الموسم الحالي سيكون الموسم الأخير لعالي معلول مع النادي الأهلي لسبابين ركز معا يا صديقي وحط لايك ووصل للحلقة دي لكل الناس أول حاجة إن عالي معلول الرتب بتاعه كبير جدا يتخطى المليون وستمائة ألف دولار في الموسم ثانيا هو فارق السن وعامل السن وإن معلول لم يعد يؤدي ما كان يؤديه من قبل في السنوات الماضية وقال كمام الإعلامية رهام حمدي قالت إن كولر لم يطلب رحيل علي معلول عن النادي الأهلي ولكنه قرار شركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي ومعلول حاليا يبحث حاليا عن عرض خليجي في الموسم المقبل والأقرب نادي النصر السعودي أو الهلال السعودي ده بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم معلول بياخد مليون وسبتمائة ألف دولار في الموسم يعني معلول يخش كده على الخمسة وستين مليون جنيه في الموسم تمام فاللي وضحت الكلام ده مين الإعلامية رهام حمدي رهام حمدي كمان أكدت أكدت الإعلامية رهام حمدي تمام بتكشف بالأسماء بالأسماء تمام إن لعب زد على ردار النادي الأهلي لعب زد على ردار النادي الأهلي وكمان زي ما قلت لحضراتكم معلول بيناور بعرض سعودي تمانية مليون دولار اللاعب هيتقضاهم فالنادي الأهلي مش عايز ياخد الضربة القضية دي بالنسبة لعالم معلول بالنسبة لعالم معلول تلت شروط تهدد استمرار عالم معلول مع النادي الأهلي في الموسم الجديد اسمع مني يا صديقي عشان أقولك الكلام ده كويس جدا باتها استمرار تنسى علي معلول الزهير الأيصر لفريق الكرة بالنادي الأهلي داخل أرويقة القلع الحمراء في الموسم الجديد محل شك في ظل عدم توصل اللاعب الاتفاق مادي مع إدارة النادي بشأن التجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاد وعلى موقع القاهرة 24 أن هناك ثلاث شروط وضعتها إدارة النادي الأهل من أجل تجديد عقد علي معلول مع الفريق أولها أن تكون مدة العقد الجديد سنة واحدة في ظل ارتفاع عمر اللاعب وصعوبة استمراره في الملاعب فترة طويلة والشرط الثاني أنه يحصل معلول على راتبه بالعملة المصرية في ظل وجود حيث يحصل حاليا على مليون وخمسمائة ألف دولار في الوقت الذي يرغب في مسؤول الأهلي دفع تمنمائة ألف دولار كراتب سنوي لللاعب علي معلول يمتلك عرض خليجي عرض خليجي مميز من الدور القطري والدور السعودي وينوي تقديمه لمسؤول الأهلي للرحيل بشكل ودي نهاية الموسم خاصة وأن الأهلي لأن معلول بيعتبر نفسه من أحد أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي حيث قضى 8 سنين داخل النادي الأهلي قدم خلالها مستويات مميزة وحصد العديد من البطولات على مختلف المدربين إضافة إلى مساهمته في 129 هدف أكثر المحترفين في تاريخ النادي إحرازا للأهداف ده بالنسبة لقصة عالم هل تتوقع رحيل علي معلول بالفعل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم ولا لا اكتبونا في التعليقات كل ده أشكرك يا صديقي إنك كملت معي الحلقة للنهاية أشوفك على خير مع السلامة